مبادرة مجتمعية تنجح في فتح طريق البيضاء مأرب بعد سنوات من إغلاق الخط المهم الذي كان يصل المغتربين اليمنيين بالسعودية عبر العديد من المحافظات رحلة قافلة فتح الطرق استغرقت ما يقارب عشرة أيام ابتداء من صنعاء حتى الوصول إلى محافظة مأرب في يومنا هذا الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 تم استقبال موكب السلام القادم من محافظة البيضاء وصول قافلة المبادرة الشعبية إلى مأرب جاء بعد نحو أربعة أشهر على إطلاق عضو مجلس القيادة محافظ مأرب سلطان العرادة مبادرة لفتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء عبر فرضة نهم وفي فبراير الماضي أعلن الحوثيون عن مبادرة من طرف واحد لفتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء عبر مديرية صرواح في خطوة وصفها ناشطون بأنها التفاف على مبادرة العرادة غير أن المبادرة الحالية المتمثلة بفتح طريق البيضاء مأرب تعد بارقة أمل للكثير من اليمنيين وستخفف من معاناتهم في العبور إلى عدة محافظات وتدفع نحو تبني مبادرات جديدة لفتح الطرقات المغلقة عمر الضيعة أحد منسقي القافلة قال إن مبادرتهم أتت نتيجة المعانات التي يواجهها المسافرون في طريق صحراء الجوف معبرا عن شكره للسلطات المحلية في مأرب على قيامها بتسهيل دخولهم إلى مدينة مأرب تحية شكر للقيادة في محافظة مأرب لقيامهم بالواجب في منطقة التماس حيث كان هناك حصلنا يعني زي ما تقول ما قدرناش ندخل فحضروا بالليل من الساعة من المغرب وهم قائمين بالواجب نظفوا لنا الطريق ودخلنا بأمان وسلام والحمد لله وعلى مدى تسع سنوات من الحرب في اليمن أغلقت الطرق الرئيسية بين المدن التي تربط مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ومناطق سيطرة الحوثيين ما تسبب في صعوبات ومعاناة كبيرة دفع ثمنها المواطنون